أهلا وسهلا ومرحبا بكم معكم الأستاذ زكي الشعلة وطلابه وطالباته المبدعين والمبدعات بارك الله فيكم حياكم الله في شرح أهم قوانين القدرات وهذه الدورة للمحترفين والمحترفات الآن الحمد لله عندنا مجموعة طيبة من المحترفين والمحترفات في القدرات وإن شاء الله طبعا متحدين أنفسهم بيجيبوا خمسة وتسعين وستة وتسعين وثمانة وتسعين مثل باقي طلبتنا الممتازات أو طالباتنا الممتازين والممتازين العدد المصافحات الآن في السؤال نرسلها هذه طبعا في اليوتيوب بعدين نرسلها في اليوتيوب أولا كيف أنا أوجد عدد المصافحات عادة الحل إما بطريقة القانون أو بطريقة الحل الذهني ما هو القانون؟ يلا اكتبوا معاكم في الدفتر الآن وهو عبارة عن نون ضرب نون ناقص واحد على اثنين اكتبوا بالقانون الآن نون ضرب نون ناقص واحد على اثنين السؤال التالي قالي كم عدد المصافحات التي تتم بين سبعة أشخاص كم عددها؟ إذن مرة مجرد بس أشيل النون وحط مكانة سبعة إذن أحط هنا سبعة بعدين هنا سبعة سبعة ناقص واحد الجواب ستة إذن صارت سبعة ضرب ستة قسمة اثنين سبعة ضرب ستة وأقدر اختصر وأطلع الجواب أقسم على اثنين فيها واحد على اثنين فيها ثلاثة إذن سبعة ضرب ثلاثة كم الجواب صار؟ واحد وعشرين إذن الإجابة كم صارت؟ واحد وعشرين واضح؟ طيب الآن عندنا محمد الفيلسوف نسى القانون إيش يعمل؟ نسى القانون إيش يسوي؟ انتبهوا لازم أصير عندكم عندكم إنقاذ لازم تعرف إذا ما حندي قانون الحين نسيت إيش يسوي؟ أروح أسوي بالدينة أقول إن سبعة أشخاص الشخص الأول بيسلم على كم شخص؟ الشخص الأول بيسلم على كم؟ الشخص الأول بيسلم على كم؟ على ستة صح؟ والشخص الثاني بيسلم على كم؟ على كم؟ على خمسة والثالث بيسلم على أربعة وأيضاً إذن وبعدين بيسلم على ثلاثة وبعدين اثنين وبعدين واحد صح؟ أروح أجمعهم الآن فقط جم يلا نجمع تجميع ذكي كيف التجميع الذكي؟ الستة أجمعها مع الواحد صارت سبعة والخمسة أجمعها مع الاثنين صارت سبعة والثلاثة أجمعها مع الثلاثة صارت سبعة سبعة زايد سبعة زايد سبعة كمي الجواب يا أولادي يا بنان كمي الجواب واحد وعشرين بسيط ريحانة؟ بسيط شوك؟ بسيط يا فاطمة بسيط؟ نعم بسيط يا بالقانون يا بالدماء لا يفوت علي هذا السؤال ويجيبوا مني في الاختبار عرفت يا حسين شرقي فهمتي يا بتول؟ الكوثار موجودة معاي تمام يلا الحين مجموع الأعداد من واحد إلى نون يلا القانون الثاني يكتبه في دفترك يلا نون ضرب نون زايد واحد على اثنين يقول لنا في المثال كم مجموع الأعداد من واحد إلى تساطعش؟ ما دام قال لينا من واحد إلى تساطعش بس أعوض عن نونه بتساطعش يلا الحين انتبه يا عبدالله مرزوم وسامة انشيل النون حت مكانها كم؟ تساطعش وهنا تساطعش مرة زي نفس قانون المصافحات نفسه بس هنا ناقص هنا زايد يلا تساطعش زايد واحد كمي الجواب؟ عشرين ضرب تساطعش وأبسط قسمة اثنين إذا بسطنا على اثنين فيها واحد على اثنين فيها عشرة إذن عشرة ضرب تساطعش الجواب كم صار؟ مائة وتسعين الحين الحين مين؟ نبغى نشوف جمانة أو جمان نسأت القانون جمانة نسأت القانون واش تسوي؟ ما عرفت القانون جاليا هذا السؤال ما عرفت القانون؟ مرة بسيط أعطيك الطريقتين علشان لو نسيت القانون اللي تقدر تحل المسألة بدون قانون فاضح؟ يلا أروح إذا نسيت القانون أروح أحسب العدد الأول مع الآخية الأول مع الآخية لاحظ شوف الحركة واحد زايد تساطعش لا لا مو تساطعش اللي قبله هنا ثمنتعش اللي قبل الآخية إلا قبل الآخير زين؟ واحد زايد وينكم أولادنا؟ واحد زايد ثمنتعش كم؟ تساطعش اثنين زايد سباطعش كم؟ تساطعش ثلاثة زايد ستعش كم؟ تساطعش وهكذا إذن كم مرة تساطعش بتصير؟ كم مرة تساطعش بتصير؟ تساطعش منشوفهم كم مرة تكرر التساطعش؟ لو حسبنا بيطلع لنا عشر مرات من التساطعش بعدين نضرب تساطعش ضرب عشرة الجواب كم يصير؟ تسعين مئة وتسعين واضح؟ عشر مرات جميل بدون قانون حلينا وبالقانون حلينا جميل يلا ناخد المسألة أيضا اللي على اليسار عدد الصفحات انتبهوا الآن انتبهوا اكتبوا القانون الثالث عدد الصفحات التي تقرأ في الكتاب ماذا تساوي النهاية ناقص البداية زايد واحد زي هذا السؤال قرأ محمد كتاب الرياضيات في صفحة واحد وعشرين الى خمسة وستين اغلب الطلبة يروح ينقصه بس لا لازم الزايد واحد لازم لانه تحسبوا الصفحة الاولى مو بس فقط الاخيرة تحسبوا الصفحة الاولى اروح انقص خمسة وستين ناقص واحد وعشرين زايد واحد الجواب كم صار؟ خمسة واربعين واضحة دي المسألة فاطمة فاطمة سلمان واضحة يوشع اريو اذمي نايف هادي هل انتم معنا ريحانة وسامة غدير عبندي اريو اذمي ممتاز جميل خليكم معاي مسحصحين احمد خباز الكوثر بتون يلا خليكم مسحصحين زين يلا نروح عدد الاعواد التي تكون مثلث ما هي عدد الاعواد التي تكون مثلث نروح نضرب اثنين ضرب عدد المثلثاك زايد واحد يلا ناخد هذا السؤال اذا كان ثلاثة عواد تكون مثلث ثلاثة عواد تكون مثلث وخمسة عواد تكون مثلثين حلو وسبع عواد تكون ثلاث مثلثان كم عدد الاعواد التي تكون سبعة وثلاثين مثلث بس اعوض اشيل عدد المثلثات احط ويه سبعة وثلاثين بس هذا القانون اثنين ضرب سبعة وثلاثين زايد واحد الجواب كم صار خمسة وسبعين واضح خمسة وسبعين يلا نروح إلى المربع يلا نروح إلى المربع الحين عدد الأعوات في المربع ماذا يساوي نفسه بدل ما نضربه في اثنين هنا بثنين هنا بدل ما نضربه في اثنين نروح إلى ضربه في ثلاثة يعني عدد الأضلاع ناقص واحد يعني إذا مربع في أربع أضلاع ناقص واحد يصير ثلاثة يعني ثلاثة ضرب عدد المربعات زايد واحد يلا حلوا ده المثال إذا كان أربع عواد تكون مربع وسبع عواد تكون مربعين فما عدد الأعواد اللازمة لتكوين خمسة وعشرين مربعين أعوب بس صح ثلاثة ضرب خمسة وعشرين زايد واحد يطلع الجواب ستة وسبعين جميل جميل يلا الحين ناخد العدد الدوري هذا العدد الدوري مهم كيف يعطيني هنا عدد دوري يعني أعداد مكررة أعداد مكررة يقول لنا ما هو ترتيب العدد أربعة واربعين ترتيب العدد أربعة واربعين نحن دي طريقتين يانا أروح أحسب زي ثالث ابتدائي أحسب أربعة واربعين رقم ما دام عطاني عدد عشري يعني أحسب من اليسار عدد عشري أحسب من اليسار عدد عشري أحسب أربعة واربعين يلا أربعة واربعين أروح إما أنا أحسب بحساب عادي يعني كيف أحسب الحساب يعني هذي صفر واحد تالت تسعة ثنين وبعدين السبعة ثلاثة ثلاثة وأربعة أحسب إليم أوصل إلى وين إلى أربعة واربعين يلا دولين كم عددهم نشوف هنا عددهم هنا ستة وبعدين تكرروا مرة ثانية ست مرات يعني صاروا اثنى عشد واثنى عشد أربعة وعشرين واثنى عشد ستة وثلاثين أنا أبغى كم أبغى أربعة واربعين إذن بعدين ستة وثلاثين سبعة وثلاثين ثمانة وثلاثين تسعة وثلاثين أربعين واحد واربعين بعدين كم وين واثنين واربعين وين الجو ثلاثة واربعين بعدين واربعة واربعين لين أوصل إلى أربعة واربعين بيطلع لين العدد وهو العدد تسعة طيب فيه طريقة ثانية اروح ااخد الاربعة واربعين واروح اقسمها على كم على الاعداد المكررة هنا نشوف اللاحظة الاعداد كم خانة اللي يتكرروا ست مرات اروح اجيب الباقي اربعة واربعين اربعة واربعين قسمة ستة الجواب كم سبعة والباقي كم الباقي والباقي كم والباقي اثنين اروح احسن بس خانتين والصفر خانة اولى والتسعة خانة ثانية اذا الجواب كم صار تسعة اذا الترتيب اربعة واربعين هو العدد من هو العدد تسعة واضح اولادنا بناتنا واضح جميل يلا ناخد هذه المسألة الحين الا على اليمين عدد الحيوانات في مزرعة حاصل جمع الحيوانات بعد كلمة الا على عدد اصناف الحيوانات ناقص واحد يلا السؤال التالي قال لنا حضيرة بها ضعن الا اثنين قال لنا بعد الا انتبهوا اولادنا بناتنا بعد الا يعني هنا اثنين نحسب اثنين نحسب معاي اثنين وايضا بعد الا هنا اثنين بعد الا هنا اثنين اذا اروح احسب الاعداد اللي من بعد كلمة الا اثنين زايد اثنين زايد اثنين ستة على مين؟ على عدد اصناف الحيوانات ناقص واحد كم صنف من الحيوانات؟ ثلاثة اصناف ناقص واحد اذا الجواب كم؟ ثلاثة اذكروا صوتي زين؟ اذكروا صوتي في الاختبار اذا قال لنا في السؤال التالي حضيرة بها ضعن الا اثنين وايضا بقر الا اثنين وابل الا اثنين اروح اوجد عدد البقر يبغى عدد البقر اولا نجيب عدد الحيوانات كامل ثلاثة صح؟ بعدين قال لنا بقر الا اثنين يعني ثلاثة ناقص اثنين الجواب كم يصير عدد البقر كم الجواب يصير واحد اذا عدد البقر يساوي واحد يلا القانون التالي علشان ننهي التسجيل الاول عدد الاشخاص في الصف ماذا يساوي عدد الاشخاص في الصف كالتالي عدد الاشخاص في الصف نقول البداية زائد النهاية ناقص واحد قال لنا في هذا السؤال محمد كان يقف في الطابور الصباحي وكان ترتيبه في الطابور 11 سواء كان في البداية أو النهاية فكم عدد الطلاب في الصف قال لنا هذا يقف ترتيبه يكون 11 سواء من اليمين وسواء من اليسار ترتيب 11 خلاص إذن ما هو يقول لنا السؤال كم عدد الطلاب ما دام نعرف خلاص نجمع 11 زائد 11 ناقص واحد يطلع عدد الطلاب كم يصير واحد وعشرين إذن عدد الأشخاص في الصف يصيروا واحد وعشرين واضح أولادنا؟ بناتنا؟ واضح؟ جميل جميل يعطيكم العافية والصحة والسلامة بارك الله فيكم هذا التسجيل الأول من دورة المحترفين في القدرات العامة تقبلوا تحيات الأستاذ زكي الشعنة بارك الله فيكم في أمان الله